اشتركوا في القناة ومنها الفحوصات الطبية وعلاج الحالات القائمة التي تستدعي الحاجة باستخدام افضل الادوية بالاضافة الى التطعيمات بمختلف انواعها ومن هذا المنطلق حرصت مملكة البحرين ايضا على تطوير اليات التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ومنها تقديم جرعة منشطة للتطعيم ضمن الخطوات الاستفاقية التي قامت بها المملكة في جهود التصدي للجائحة بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وبما يضمن تحقيق اقصى استفادة ممكنة وبما ان التطعيم عاملا مهما من العوابل التي اسهمت في الانخفاض السريع لعدد الحالات القائمة والوفيات خاصة خلال الاوينة الاخيرة من هذه الجائحة لذا فقد اعلن الفريق الطبي وبعد ان تدارست لجرة التطعيمات جميع التوصيات الصادرة عن الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية تم الاعلان عن تطعيم الفئة العمرية من 12 عاما الى 17 عاما لتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة من اجل الحفاظ على صحتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس هذا ويعد التطعيم لهذه الفئة العمرية ضرورة صحية ونفسية داظرا لحاجتهم الى زيادة المناعة لديهم لممارسة حياتهم الاجتماعية ومزاولة انشطتهم مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية كما يعد التطعيم خطوة مهمة نحو عودة الحياة الى طبيعتها